موسيقى مرحبا بكم عزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي درسنا اليوم قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب للمتابعة جميع حلقات دورة الخامس الابتدائي كذلك يتم نشر هذه الحلقات عبر بيجنا على فيسبوك بالإضافة للكثير من الملخصات والملازم البيج اسمه الأستاذ طاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية اللي تقدرون تلقوه من خلال هذا المعرف بصفحة 60 من كتاب الطالب مكتوبة على الصفحة انظر إلى الصور في صفحة 59 من كتاب الطالب وضع صح أنا يمكنني عد الكلمات المعدودة لا يمكنني عد الكلمات الغير معدودة هنا نباوع على الكلمة بالدرس السابق وضحنا وعملنا جدول للكلمات المعدودة وغير المعدودة المتعلقة بالأكلات والمشروبات وعرفنا وحفظنا الكلمات اللي يمكن عدها اللي سميناها معدودة والكلمات اللي لا يمكن عدها اللي سميناها غير معدودة بهذا الجدول يطلب من عندي أني أنظر إلى هذه الكلمة وأعرف إذا كانت معدودة أوضع صح بهذا الحقل أقول يمكنني عدها وإذا كانت غير معدودة أوضع صح بهذا الحقل أقول لا يمكنني عد الغير معدود مثلا رايس رايس هو الرزق هل هي معدودة أو غير معدودة أخذنا بالدرس السابق أن الرايس أو الرزق غير معدود لذلك أوضع صح بهذا الحقل ستروبريز ستروبريز معناها فراولة هل هي معدودة أو غير معدودة عرفنا بالدرس السابق أن الستروبريز الفراولة هي معدودة فأوضع صح بهذا الحقل نمبر ثري بريد بريد معناها خبز Is it countable or uncountable هل هي معدودة أو غير معدودة ذكرنا أنه بريد غير معدودة فأوضع صح بهذا الحقل الكلمة الأخرى السلط السلط هي السلطة Is it countable or uncountable هل هي معدودة أو غير معدودة ذكرنا بالدرس السابق أن السلطة هي غير معدودة لذلك أوضع صح بهذا الحقل الكلمة الأخرى cherries cherries هو الكرز Is it countable or uncountable هل هي معدودة أو غير معدودة ذكرنا أنه cherries معدودة فأوضع صح بهذا الحقل chicken دجاج Is it countable or uncountable معدودة أو غير معدودة ذكرنا أن الدجاج كأكلة تعتبر غير معدودة لذلك أوضع صح بهذا الحقل apples تفاع Is it countable or uncountable ذكرنا أن apples التفاع معدود لذلك بيأس الجمع يمكن عدة وجمعة فأوضع صح بهذا الحقل والكلمة الأخيرة كلمة cookies المعجنات أو الكعك Is it countable or uncountable معدودة أو غير معدود ذكرنا أن cookies المعجنات أو الكعك countable معدود لذلك بيأس الجمع هذا ما يخص هذا النشاط مثل ما وضحنا نبدأه السابقة ضروري جدا أني أعرف أن الكلمات الأكلات والمشروبات المعدودة من غير المعدود يجب أن أمويز بيناتهم لأنه ستفيدني بنشاطات قادمة إن شاء الله كذلك ستجينا بالامتحان بأحدى الصيغة الموجودة بكتاب النشاط تحديدا أنه تمرين بي أو سي مثل ما سنجل نوضح إن شاء الله بالدقاق القادمة بالنشاط الآخر Ask and Answer أسأل وأجب Are there any apples Is there any salad الإجابة Yes there are No there isn't هنا نمنطين القاعدة اللي أخذناها بالدرس السابق Is there والare there ذكرنا بالدرس السابق إذا تريدون تشوفون الشرح المفصل لهذه القاعدة أنه Are there تستخدم مع countable مع المعدود الجمع فأقول Are there مثلا Any apples هل هناك أي تفاح التفاح معدود جمع قلت له Are there أما الغير المعدود أستخدم تشوفون الشرح المفصل وشلون تجينا بالامتحان أما بهذا النشاط فهنا التلاميذ الثنية تلميذ يسأل يقول له مثلا Are there any apples هل هناك أي تفاح الأستاذ يعرض الصورة والتلميذ يسأل يقول هل هناك أي تفاح فالتلميذ الآخر ينظر للصورة ويقول أما Yes there are إذا كانت موجودة و No there aren't إذا كانت غير موجودة يسأل سؤال الثاني Is there any salad مثلا هل هناك أي صلطة أو Is there any fish هل هناك أي سمك Is there any chicken هل هناك أي دجاج الجواب عنه يكون أما كذلك Yes there is نعم هناك أو No there isn't إذا كان ما موجود هذا ما يخص هذا النشاط مجرد مراجعة لقاعدة Is there والare there اللي أخذناها بالدرس السابق المتعلقة بالمعدود وغير المعدود ننتقل إلى النشاط الآخر What can you see ما الذي يمكنك رؤيته من خلال هذه الصور Write the words اكتب الكلمات منطيني كلمات بأعلى هذا الصور يطلب من عندي أني يعبر عن هذه الصور فمثلا Number one Box of chocolates Box of chocolates معناها صندوق من الشوكولاتة كذلك يريد نشوف هذا شنو هذا What is this فأحاول ألقى الكلمات المناسبة اللي أتعبر عن الصور هذا إناء من الماء فأقول Bottle of water إناء ماء Bottle of water Number three What is this هذا كوب من الشاي فأقول Cup of tea كوب من الشاي أما الأخيرة What is this إنها علبة عصير ليمون فأقول tin of ليموناد علبة عصير ليمون شنو الغرض من هذا النشاط هنا أنا يقول لي ذن الكلمات كلهن غير معدودة الماء الشاي عصير الليمون الشوكولاتة هذن كلمات غير معدودة ضفت لهن كلمات أخرى أصبحت معدودة يعني مثلا الماء لا يمكن عدة نحن نعرف إن الماء غير معدود زين شون أقدر أقوم أعدة من خلال كلمة water شاقول أقول bottle of water إناء من الماء أقدر أعدة نعم صار معدود إناء إناء ثلاث إناءات من الماء إلى آخره وكذلك الشاي الشاي تن بوكس يصبح معدود من غير المعدود يصبح معدود هذن كلمات جدا مهمة يجب أن أحفظها كإملاء وكمعاني لأن من الممكن أن تأتيني بالامتحان التحريري بسؤال الإملاء مثلا يقول water ماء غير معدودة إذا أرد أسويها معدودة أقول bottle of water إناء من الماء يقول مثلا tea الشاي اللي هو كذلك غير معدود شلون نقدر أسوي معدود شنو الكلمة اللي أضيف اللي هي على موض يصبح معدود فلازم أعرف أن الكلمة هي cup صير cup of tea كوب من الشاي لذلك قدر المستطاع أحاول أحفظ لأن الكلمات لأن مهمة جدا بالامتحان التحريري ورح نجي نعرف شون تجينا بالامتحان بالأنشطة القادمة اللي رح نحلها بكتاب النشاط أحاول أحفظ لأن الكلمات وانتقل إلى التمرين الآخر What do you think ماذا تعتقد Can you count هل يمكنك عد هذه الكلمات ضع صح على yes إذا تقدر تعدها إذا كانت معدودة وعلى no إذا كانت غير معدودة هنا أنا رح نلاحظ أن ذلك كلمات كلها غير معدودة ورح يحول لياها إلى معدودات كيف يعني مثلا number one Can you count ليموناد هل يمكنك عد عصير الليمون أكيد لا عصير الليمون غير معدود فأوضع الصح على no Can you count water هل يمكنك عد الماء هل هو معدود لا غير معدود فأوضع الصح على no كذلك tea الشاي غير معدود والشوكلت اللي هي الشوكولاتة غير معدود إذا أريد أعدهم شوفنا number five Can you count تينوف ليموناد هل يمكنك عد علب عصير الليمون نعم ليموناد عصير الليمون غير معدود لكن تينوف ليموناد علب عصير الليمون صارت معدودة أقدر أقول علبة عصير الليمون اثنان من علب عصير الليمون ثلاثة إلى آخره فأقول نانا yes صارت معدودة Can you count bottle of water هل يمكنك عد إناءات أو بطالة الماء نعم يمكن عد إناء من الماء اثنان من إناءات المياه إلى آخره number seven سابعا Can you count a cup of tea هل يمكنك عد كوب الشاي أكواب الشاي نعم كوب من الشاي ثنان من أكواب الشاي إلى آخره فصارت نعم الأخيرة box of chocolate سناديق الشوكولاتة نعم يمكن عدها كذلك هنا أنا يريد يوضح لي أكثر إنه من الممكن غير معدود ليموناد عصير الليمون water ما tea شاي chocolate الشوكولاتة لأن كل غير معدود من الممكن أن يتصبح معدودة بإضافة هذه الكلمات اللي موجودة باللون الأزرق كذلك أحاول أحفظ لأن الكلمات جداً مهمة تجعل الغير معدود معدود ننتقل للنشاط الأخير لسنا نسي استمع وقل نعم محادثة بين تلاميذ الثنيا التلاميذ الأول يقول you can't count ليموناد لا يمكننا عد عصير الليمون إذن هو غير معدود but you can count tins of ليموناد لكن يمكننا نعد علب عصير الليمون التلاميذ الآخر يرد علي سوي say is there any lemonade هل هناك أي عصير ليمون استخدمت is there ليش لأن الليمون عصير الليمون غير معدود بينما استخدمت are there لما صار tins of ليموناد ليش لأن أصبحت معدودة بعد إضافة كلمة tins اللي معناها علب are there ليموناد هل هناك أي علب عصير ليمون نانا is there لأن غير معدود ونانا are there لأن أصبحت معدودة وهكذا مع البقية يرد علي التلميذ is there any lemonade for our picnic هل هناك أي عصير ليمون للرحلة فتجاوب no there isn't إذا كان tins of ليموناد علب عصير الليمون أقول are there any tins of ليموناد for our picnic هل هناك أي علب عصير ليمون لرحلتنا ستجاوبة تقول no there aren't كلا لا يوجد أقول aren't لأن أصبحت معدودة هل مجرد كذلك يريد ينبه أكثر يراجع أكثر يركز أكثر على أن الغير معدود من الممكن يصبح معدود بإضافة الكلمات اللي أخذناهن قبل دقائق tins علب bottle إناء cup كوب box صندوق ننتقل إلى كتاب النشاط complete the names of the containers أكمل أسماء العلب أو الإناءات هنا نلاحظ مثل ما وضحنا بداية الكوب bottle tin إلى آخر إضافة لكلمتين اللي هي bag packet هذه الكلمات اللي يجعل غير معدود معدود يجب أن أحفظها ملاق وهذا الصيغة اللي ممكن تجيني بها بالامتحان منطين صورة ويطلب من عندي ملاقها what is this ما هذا الشيء it's a packet إنها حزمة number two what is this ما هذا الشيء ما أقول t أنا ما يريد المشروب وإنما يريد الشيء اللي يجعل غير معدود معدود اللي هو الكوب فأقول it's cup إنه كوب number three what is this ما هذا الشيء it's a box صندوق اللي نستخدمه مع الشوكولاتة number four what is this ما هذا الشيء هذه علبة فأقول it's tin إنها علبة علبة العصية number five what is this ما هذا الشيء ما أقول water ما إن أنا يريد العلبة اللي جعلت الماء غير المعدود أصبح معدود وأقول bottle it's a bottle والأخيرة what is this ما هذا الشيء it's a bag إنها حقيبة أو كيس هذا ما يخص هذا النشاط نشاط جدا مهم بالامتحان التحريري يطلب من عندي ملاء هذه الكلمات اللي تحول الغير معدود إلى معدود أحاول قدر المستطاع أحفظ ملاءها لرح تفيدني بالامتحان هذه الصيغة الأولى والصيغة الثانية كذلك موجودة بالتمارين القادم اللي رح نحله إن شاء الله تمرين ب look write c for countables and u for uncountables انظر إلى هذه الجملة اكتب c إذا كانت هذه الجملة countable معدود u إذا كانت uncountable غير معدود كيف يعني مثلا number one a packet of حزمة من البسكويت is it countable or uncountable هل هي معدودة ام غير معدود البسكيتس غير معدود لكن packet of biscuits أصبحت معدود فأقول c countable number two ثانيا coffee coffee معناها قهوة is it countable or uncountable هل هي معدودة أم غير معدودة الكوفي القهوة غير معدودة فأقول uncountable بينما نلاحظ من number three a cup of coffee كوب من القهوة قهوة غير معدودة قلنا لكن دخلت كلمة cup عليها أصبحت معدودة فأقول countable number four a box of chocolates صندوق من الشوكولاتة بما أن هاي الكلمة موجودة اللي هي box إذن الشوكولات أصبحت معدودة فأقول countable و number five cola الكولة is it countable or uncountable هل هي معدودة أم غير معدودة الكولة غير معدودة فأقول uncountable بينما من دخلت كلمة tin اللي هي علبة tin of cola علبة من الكولة أصبحت معدودة فأقول countable water ما غير معدود أقول you uncountable أما البطل of water إناء الماء أصبحت countable معدودة bag of fruit حقيبة أو كيس فواكه هل هي معدودة أم غير معدودة الفواكه غير معدودة لكن من دخلت هاي الكلمة أصبحت معدودة countable و الفروت وحد هالفواكه غير معدودة فأقول uncountable هذا التمرين تمرين مهم جدا بالامتحان التحريري من الممكن نيجيين بسؤال المفردات يطلب من عندي نكتب you إذا كانت هاي الكلمة غير معدودة و see إذا كانت هاي الكلمة معدودة مثل ما وضحنا بالدرس السابق وهذا الدرس أنه يجب أن نميز بين الكلمات المعدودة و غير معدودة هاي الصيغة اللي ممكن تجينا كذلك بها بالامتحان التحريري لحد الآن أخذنا صيغتي الصيغة الأولى كصيغة املاء و الصيغة الثانية صيغة الصور اللي يطلب من عندي أني أكتب املاءها و هاي الصيغة بالإضافة إلى ذلك عندي هذا التمرين يقول لي water مع هذي غير معدودة أرد أسويها معدودة صير bottle of water tea شاي غير معدودة كذلك أرد أسويها معدودة أقول cup of tea كوب من الشاي ليموناد عصير ليمون tin of ليموناد علبة عصير ليمون rice رز غير معدود bag of rice كيس من الرز أصبحت معدودة eggs بيض غير معدود box of eggs علبة البيض أصبحت معدودة و كذلك biscuits البسكويد غير معدود packet of biscuits حزمة من البسكويت أصبحت معدودة هذي شون تجيني بالامتحان من الممكن أن يبسوا عالم لا مثلا يقول لي water الماء اللي هو غير معدود أرد أسويه معدود أصير bottle of water إناء من الماء زينة tea الشاي كذلك غير معدود سوي ليها معدود شون أسويها من خلال إضافة كلمة cup أقول cup of tea كوب من الشاي على ما أخص هذا النشاط إذن صارت لدينا نصيغة رابعة للكيفية اللي ممكن يجي به هذا الموضوع بالامتحان ننتقل للنشاط الآخر what can you see ما الذي يمكنك رؤيته في هذا المحل فهنانا محادثة بين بائع وبين ذول التلاميذ البائع يسعي يقول what would you like لماذا ترغبون بالدرس السابق أخذنا السؤال مثلا do you like fish هل تحب السمك الجابة عننا تكون أما yes I do أو no I don't السؤال الجديد اللي رح نتعلم اليوم what would you like بماذا ترغب فهنانا كل واحد من هؤلاء التلاميذ يطلب من عنده طلب حسب الأشياء اللي بيعها فمثلا التلميذ الأول يقول can I have box of eggs هل يمكنني أن أحظى بصندوق من البيض رجاء هذا الطلب الأول التلميذ الآخر يطلب يقول can I have two bottles of milk هل يمكنني أن أحظى باثنان من إناءات الحليب رجاء التلميذ الآخر I'd like two bags of rice أريد اثنان أكياس من الرز and packet of biscuits وحزمة من البسكويت التلميذ الأخير I'd like four bananas أريد أربع موزات رجاء هنا هذا النشاط من الممكن أن يتم عمل بي مسرحية بداخل الصف التلميذ ياخذ دور البائع والتلاميذ الآخرين يحفظون هذا الجمل ويسوون مسرحية بداخل الصف أو من الممكن أن يشاركون بيها بالاصطفاء مجرد نشاط صفي من الممكن أن يشاركون من خلاله التلاميذ أما التمرين D ask and answer with a partner اسأل وأجب مع زميلك التلميذ الأول يسأل يقول what would you like ماذا ترغب بماذا ترغب التلميذ الآخر يجاوبه can I have هل يمكن أن يناحظه هنا صارت محادثة إذا لم يستطعوا يسوون مسرحية من الممكن أن يسوون محادثة بداخل الصف تلميذ يسأل والآخر يجاوب والآخر يريد عليه مثلا يقول yes here you are نعم تفضل والتلميذ الآخر يقول هل يريد بعد كذا مثلا I want أو can I have milk هل يمكن أن يناحظه بحليب فيقول yes here you are نعم تفضل إذن دلنا التمرينين نشاطات صفية من الممكن أن التلاميذ يعرضون الفكرة على الأستاذ يعملون مسرحية أو نشاط داخل الصف أو الأستاذ يختار تلاميذ يكونون نشاط صفي على شكل أما محادثة أو مسرحية مثل ما مضح بالصورة هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا بمجموعة من الكلمات التي تجعل غير معدود معدود ككلمة box tin bottle packet إلى آخره وقلنا ذلك كلمات يجب أن أحفظها إملاء ومعاني لأن كلمات جدا مهمة أن تجينا بها بالامتحان من خلال الأنشطة اللي حليناها بالإضافة إلى ذلك راجعنا المعدود وغير المعدود من خلال النشاط اللي أخذناه ببداية الدرس يسأل الأستاذ التلاميذ is it countable or uncountable يعرض كلمات ويقول هل هي معدودة أم غير معدودة التلاميذ يردون عليها من خلال حفظهم للكلمات المعدودة وغير معدودة اللي أخذناهن بالدرس السابق ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤالة أو السفسارة أو أضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوا معي على حسابات الموجودة أمامكم على الشاشة